السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاكرين طبعا المحاولات اللي كانت بتتم الانضمام فينلندا لحلف الناتو المحاولات دي نجحت وتم بالفعل انضمامها والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيتوعد الحلف بالرد رسميا على انضمام فينلندا بعد انضمام فينلندا للحلف أصبح عدد الدول الموجودة في حلف الناتو حاليا 31 دولة وده معناه حدود أكبر مع روسيا واحتمال صراع أكبر ومفتوح بين الناتو وروسيا بسبب حدود ممكن تتجاوز حوالي 1000 كيلو متر وطبعا بسبب الخلفية التاريخية لفنلندا اللي هي خلفية سيئة جدا بالنسبة لروسيا لان فنلندا طبعا المعروف انها في السابق تخلت عن حيادها وانضمت لدعم ألمانيا هتلر في الحرب العالمية التانية وبالتحديد في غزوه ضد الروس ومحاولة اسقاط الدولة الروسية الفشلة في الحرب فبالتالي انضمامها ده معناه مشكلة أكبر ومعناه ان المساحات بتضيق والخيارات بتقل وحدود احتمالات الاشتباك بين الناتو وروسيا بتزيد خاصة مع تصرحات فنلندا وتصرحات الناتو ان فنلندا لو طلبت نشر أسلحة في أرضها فالحلف هيستجيب وان لها كل الضمانات الأمنية والسياسية من الحلف ده وهتشارك كمان في كل عملياته وتدريباته ومنوراته العسكرية والاحتفالات الرسمية بقى هتشتغل في بروكسل مقر الحلف للاحتفال بانضمام رضو جديد للحلف الروس بيرقبوا بشدة أي تحرك قادم ممكن يتم في فنلندا سواء لو تم نشر أصول دفاعية أو أسلحة معنية بالتصنط والاستخبارات الإلكترونية أو محاولات لنقل جنود وقوات بطول الحدود الروسية الفنلندية لأن ساعتها التحرك الروسي هيكون ضروري ومش رفاهية وزي ما ردت روسيا بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا وقربت جدا من بولندا وبقى فيه احتمالية أكبر لاستهداف دول تانية في الناتو زي لاتفيا وليتوانيا فالموضوع حاليا هيكون أكتر خطورة وأكتر شراسة وهيتطلب من الروس تحركات وفعالية أكبر للرد على حلف الناتو وده اللي قاله فعلا المتحدث باسم الكريملين النهاردة ديمتري بيسكوف اللي قال أن توسع الحلف في فنلندا هو مساس بأمن روسيا وأننا هنتخذ إجراءات مضادة بعد انضمام فنلندا رسميا للحلف الأوروبي وأن الخطوة دي هي تصعيد جديد للوضع وبيشكل مساس بأمن ومصالح روسيا الوطنية وده هيضطرنا أننا نتخذ إجراءات مضادة أكبر وزير الدفاع الروسي كمان شويفو رد على الخطوة الفنلندية وقال أن تحرك الحلف في فنلندا بيزيد من احتمالات نشوب صراع مع الحلف وأن بعض الطائرات العسكرية التابعة لبيلاروسيا أصبحت قادرة الآن على حمل رؤوس نووية وتم نقل منظومات صواريخ اسكندر لبيلاروسيا وزير الدفاع الروسي قال كمان أن تحركات الناتو الأخيرة على الحدود الروسية بتخلق مخاطر أكبر للصراع لكنها مش هتأثر على قرارات الروس بشأن العملية الخاصة ولا على تحقيق النتائج المنتظرة منها يمكن الانضمام للناتو من قبل فنلندا هو مش القصة الأخيرة لأن النهاردة رئيس المخابرات الروسية قال أن الغرب بيدفع جورجيا لشن حرب ضد روسيا وخلي بالك من نقطة أن وضع جورجيا هو نفسه وضع أوكرانيا إزاي؟ يعني جورجيا دولة غير عضو في حلف الناتو وبالتالي هيتم دعمها بنفس الكيفية وبنفس الطريقة اللي تم بها دعم أوكرانيا لكنهم هنا بقى هيواجهوا مشكلتين وأنا طبعا أقصد باللي هيواجهوا المشاكل الأمريكان والغرب إيه هما المشكلتين؟ المشكلة الأولى أن الجيش الجورجي مش هيصمد أكتر من يوم قصاد الجيش الروسي لأن الجيش الروسي بينه وبين العاصمة الجورجية أقل من 50 كيلو متر فقط النقطة التانية هي أنهم أساسا في معاناة من إمدادات الحرب اللي بيتم تزويد أوكرانيا بيها لدرجة أن تم توقيف وتجميد صفقات سلاح كانت رايحة لطيوان لمدة 3 سنوات بسبب أولوية تصدير الصفقات والأسلحة دي لأوكرانيا في الفترة الحالية رئيس المخابرات الروسية قال كمان أن بولندا اللي هي العضو الناشط طبعا حاليا في الناتو واللي تعتبر كمان من أكتر الدول انخراطا في الحرب ضد روسيا بتتطلع للسيطرة على أجزاء من غرب أوروبا وضمها لأراضيها وده يقول لك برضو أن الغرب مش شايف أي ملامح للانتصار الأوكراني قريب في الحرب الحالية أصلهم مثلا شايفين أن فيه انتصار فليه بدأوا في تقطيع الأراضي من أوكرانيا نفسها طيب ما يدعم أوكرانيا لحد ما تنتصر والحد ما تهزم روسيا لكن دلوقتي كل واحد بيدور يشوف نفسه هو دفع إيه لأوكرانيا وإزاي أنه هيسترد حقه ده في الفترة اللي جاية الغرب شايف الإشارات اللي جاية من روسيا واللي كلها بلا استثناء بتقول أن روسيا مكملة في صراعها معاهم لأقصى درجة والأسوأ احتمال يعني روسيا عايزة تقول أننا هنرد على انضمام فنلندا زي ما ردنا على نشر ذخيرة اليورانوم من بريطانيا بنشر صواريخ ورقوس نووية في بلاروسيا وهنرد في كل مكان ممكن على الغرب وعلى أمريكا يمكن واحدة من الردود دي برضو هو الجيش الروسي نفسه اللي بدأ تزويد لأول مرة قوات الإنزال الروسية المحمولة جوا ودي قوات نخبة وبتكون على الخطوط الأمامية للقتال الجيش الروسي زود قوات الإنزال دي براجمات الصواريخ من طراز توس المدمرة وده تطور مهم جدا في الحرب الحالية وهيقدم كمان خدمات كبيرة للروس والأخطر في الموضوع ده إن لو تم استخدام السلاح ده بكفاءة وحكمة هيمكن الروس وقوات الإنزال المظلي من فتح مسارات وطرق عديدة قدام الجيش الروسي من ضمن التطورات برضو هي المحرقة اللي بتقوم بها روسيا للسلاح الأمريكي حاليا في أوكرانيا وده طبقا لتصرحات وزير الدفاع الروسي اللي قال إن الجيش بيواصل عملياته في عدة محاور من ضمنها بخاموت وأفديفيكا واتجاهات ليمانسكي وكوبيانسكي وقام على المحاور دي بضربات عالية الضقة ضد المنشآت الأوكرانية ونتائج الضربة كان تعطيل إنتاج عدد من الأسلحة وتدمير خطوط تزويد القوات الأوكرانية بالذخيرة وإن الجيش الروسي قادر على تدمير الأسلحة الأوكرانية على خط المواجهة وفي مراحل النقل وإن في خلال 3 شهور فقط قدر الجيش الروسي أنه يدمر 59 نظام مدفعي أمريكي من طراز أم 3 سبعات و14 قذفة سواريخ من طراز هيمارس و13 بندقية ذاتية الدفع غير طبعا ألاف القتلى والمعدات العسكرية الأخرى من الجوانب الأوكرانية روسيا كمان حاليا وفقا لبعض تقارير صدرة من المخابرات البريطانية بتسعى لتمويل وإنشاء شركات عسكرية خاصة زي شركة فاجنر مثلا الشركات دي تكون مدربة ومسلحة بشكل أقوى من شركة فاجنر بالرغم من أن ما فيش لغاية دلوقتي أي شركة قادرة على مجارات اللي بتمتلكوا فاجنر من إمكانيات وقدرات كل تصرحات الروس وتحركاتهم هدفها هو التأكيد على أنهم قادرين على موصلة الحرب دي لأقصى درجة وتكبيد الناتو خسائر فادحة لو قرر المشاركة في الحرب بصورة مباشرة وإن حتى الآن الفاصل بين الحرب الروسية على الناتو هو اقتحام الناتو الحرب ومشاركته فيها بشكل رسمي في وقتها الحرب هتعلن على الواحد وثلاثين دولة في الناتو من قبل روسيا وفي ظل وثيقة السياسة الخارجية الأخيرة لروسيا فاستخدام الرؤوس النووية التكتيكية الروسية مش هيكون رفاهية ولا هيكون مجرد تهديدات فارغة لكن هيكون واقع حتمي على الناتو بقى أنه يتحمله طبعا إحنا متابعين اللي بيحصل والموضوع زي ما قلنا لحضراتكم كله عبارة عن تكسير عظام ولسه ما وصلش لحرب بالمعنى المتعارف عليه لكلمة حرب على أي حال ربنا ينجينا من شرور هؤلاء وهؤلاء ويحفظ بلادنا كلها من كل شر ويوفق حكامنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته